اهلا بحضراتكم من جديد والفقرة الحوارية في برنامج التريند والنهاردة موعدنا مع فقرة الصحافة وما يكتب في الصحافة ورؤية النقاد الرياضيين للأحداث الجارية في الوسط الرياضي وما أكثرها أحداث كثيرة وعديدة ولكن قبل ما ابدأ الترحيب بضيف النهاردة أكيد لازم أكد لحضراتكم أن القرعة مونديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 5 ديسمبر بإذن الله الساعة 8 بتوقيت مصر إن شاء الله بإذن الله القرعة ستكون الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة وهتكون الساعة 1 بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية في ميامي إن شاء الله بإذن الله يكون في حضور لمسؤول من النيدي الأهلي أكيد حنشوف القرعة، التفاصيلها، تصنيف الأهلي كل ده هنستعرضه بإذن الله في الحلقات اللي جاء ولكن عشان وقت الحلقة والبرنامج لازم في البداية رحب بالكاتب الصحفي الكبير والناقض الرياضي لأستاذ عبد الحكيم أبو عالم اللي بينورنا النهاردة لأول مرة في برنامج الترين أستاذ عبد الحكيم منور الدنيا وسعادة بوجودك معنا أنا لسعيد يا محمد ومبروك عودة البرنامج بالشكل الجديد ودائما موفق ومتقلق وانفرادات رائعة بصراحة الله يخليك طيب أبدأ معك باب الانفراد اللي احنا نتكلمنا في الأسبوع اللي فات قرعة منديال أندية في أمريكا يوم 15 إحساسك كده بخبر زي ده والأهل بيمثل مصر والكرة الأفريقية في حدث زي ده في ميامي خلينا سيد محمد نتكلم على قبل ما نتكلم عليه وراء نتكلم عنها الصورة الزهنية اللي انت بتصدرها عن الرياضة المصرية لما انت تتكلم في حدث زي قرعة كاس العالم للأنديا بص الصورة لما انت بتتكلم عن قرعة كاس العالم للأنديا وتحط مثلا أو وسيلة إعلامية عربية سيتحط لك مثلا على رأسهم الأهل المصري والتراج الرياضة التونسي دي صورة زهنية اللي انت بتقدمها عن الرياضة المصرية الصورة المصرية للنادي الأهلي موجود في أول نسخة الكسر العالم لأن دي عشرين خمسة وعشرين موجود في الأدوار الإقصائية لبطولة الانتر كونتينينتل وبكرة فيه مؤتمر صحفي للكشف عن التفاصيل في العاصمة القطرية الدحوة المهندس سامير عادلي موجود ممثل للنادي الأهلي دي الصورة الزهنية اللي انت بتقدمها عن الرياضة المصرية فالنادي الأهلي هو خير وممثل للكرة المصرية طبعا مش عايز أقولك أن احنا المفروض كرياضة مصرية بي عندنا فخر شديد جدا بالنادي الأهلي والمؤسسة والمنظومة اللي هي بقت دلوقتي موجودة على الساحة العالمية في كل البطولات أو في آخر على الأقل مثلا لو بنتكلم أربع أو خمس نسخ موجود النادي الأهلي بشكل دائم سواء كسر العالم ناندي بشكل قديم أو حتى بالبطول الإستثنية أو حتى بأول نسخة بي 32 فريق وعايز الناس تتخيل بس كده لو النادي الأهلي مش موجود يعني لو النادي الأهلي مش موجود في مشهد الرياضة المصرية كنت هتشوف البطول اللي جاي بمين مشاكت مين في أفريقيا لو الناس متخيلة أن في ندم من مصر كان هيبقى موجود تبقى أنت وهم لا هتبقى واهم لا هتبقى عايش في وهم مش قصة صعبة هتبقى عايش في وهم انت دلوقتي التراجي ساندونز الوداد لو في نادي ربع يبقى بعدها ممكن تلاقي مازامبي تلاقي الرجاء تلاقي نديها الثانية مش هتلاقي أي نادي من مصر فدي الحاجة اللي انت بدل ما انت تدعم النادي الأهلي على تفوقه وعلى أنه بيقدم لك النادي الأهلي ما هو موجود في أمريكا محمد مش هتقال نادي الأهلي القاهرة أو نادي الأهلي الجزيرة أو نادي الأهلي البطل القرن زي ما احنا عارفين هتقال نادي الأهلي مصري أتمنى أن نحن يبع عندنا مسؤولين قبل الجمهور لأن الجمهور على فكرة حتى لو منتمنى دي ونفس عارفة كويس جدا قيمة النادي المنافس بتاعهم لكن أتمنى أن يبع عندنا مسؤولين مقدرين قيمة النادي الأهل والصورة الزهنية والقوة نعم زي ما يقول لها محمد صلاح هو قوة نعمة للرياضة المصرية النادي الأهل هو قوة نعمة أهم بكتير كمان للرياضة المصرية أو لمصر بشكل عام كمان تتوقع أن يكون فيه حد من الجهاز الفني أو على المستوى الرسمي كمجلس دار يكون حاضر مراسم القرعة خاصة أن جاية في توقيت برضو 5 ديسمبر وانت عندك مرش في جوهنسبيرج يوم 7 ديسمبر مع أورلاندو بايرتس لا هو المفروض لو أنت بتتكلمه يمكن أن تكون ماش من جهاز الفني ممكن المهندس خالد مرتجي المهندس خالد مرتجي هو المتولد الملف فدي لكن أنا أتوقع أن هي تبقى صعبة مثلا حد يساف لأن أمريكا المسافة بعيدة لكن أتوقع لو فيه حد هيروح بالمهندس خالد مرتجي لأنه هو المتولد الملف فدي لأن الجهاز الفني حتى بعيدا عن المباراة هيبع عنده ارتباطات كثيرة جدا تتكلم دوري أفريقيا انتركنتيننتل ففي ارتباطات كثيرة جدا هتبقى صعبة ورحلة أمريكا دي مش رحلة سهلة لأن انت مثلا الجزائر مثلا 24 ساعة تروح وتيج لا ده مشوار بعيد جدا فصعب أعتقد لو كان حد هيحضر مسؤولنا عندها بالمهندس خالد مرتجي أو كاب محمود الخطيب طبعا عايز كمان أأكد لحضراتكم أن مرسم القرعة هتتزاع مش هيكون فيها تشفير ولا فيها حقوق حصرية قرعة منديالي الأندية في أمريكا حسب اتصالاتي مع المسؤولين في الاتحاد الدولي هو مد القرعة لكل الناس ممكن يبقى فيه بث مباشر إذا عيت على هوا مباشرة ما فيش أي مشاكل فالقرعة هتتشاف بقى التفاصيل بحاجات حلوة أكيد لنشوفها فيه الفترة اللي جاي أعتقد حدث استثنائي ما ينفعش يا حدي كده لا طبعا حدث استثنائي وحدث مهم جدا وحدث نتمنى أن ياخد حقه بدل ما إحنا مسكين في حاجات سلبية مسكين في حكام مسكين في تسريبات مسكين في سلبيات ما جايلك في السلبيات بجلوقتي مسكين في ديون مسكين في قضايا مسكين في حاجات كترة جدا نتكلم عن حاجات الجابية حاجات صورة حلوة للرياضة المصري